ما أهم به من علم ولا لآبائه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الأخ محمد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أطلب من الشيخ عثمان الخميس على تأمين من يسمع أن يفرج الله همي الشيء الثاني يا شيخ نعلم تماما بأنه من ينكر شيء من ما أتى به الرسول على الصلاة والسلام فقد كفر فبالنسبة للشيعة وهم يفضلون علي على أبي بكر وعمر ما حكمهم في هذا وهل من الشيعة من يفضل بما أتى به الرسول على الصلاة والسلام أي أبو بكر وعمر وثمان ثم علي ونتمنى يا شيخ أن نراك في جدة تلقي علينا محاضرة بأسرع وقت إن شاء الله السلام عليكم بارك الله فيكم الأخ محمد من السعودية كان يطلب من فضيلتكم الدعاء أولا بأن يفرج الله همه فلا تنسوه من صالح الدعاء صلى الله عليه وسلم اللهم أمين ثم كان يسأل في عقيدة الشيعة وأنهم يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر فيقول فهل منهم من خالف هذا المعتقد لا أما مخالفة التفضيل ما أعلم يعني لنقسمهم مثل تقسام نعم قسم يقول علي أفضل من أي بكر وعمر ويترضى عن أي بكر وعمر وهم الزيدية نعم من الشيعة وقسم آخر يقول علي خير من أي بكر وعمر ويطعن في أي بكر وعمر وهم الرافضة نعم وقسم ثالث من يقول علي خير ويكفر أبا بكر وعمر وهم غلاة الرافضة طيب لا شك أن هذا ضلال مبين اللي هو تكفير أي بكر وعمر بل تكفير أي بكر وعمر كفر بالله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كفر مسلما ولم يكن كذلك من قال أخيه هكاه ولم يكن كذلك إلا حارت عليه بل أطلو فيكم كيفنا